اشتركوا في القناة الوسطى لصالح المستثمرين من خلال 449 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات واحتفظت بقي الشركات بأسعار قفالها السابق كما استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المواد الأساسية حازت أربعة كتلات اقتصادية على نسبة 91.13% من إجمالية الصادرات الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 4 مليارات و180 ألف دينار أردنية وهي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا والدول الأسيوية غير العربية ودول الاتحاد الأوروبية وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة أن منطقة التجارة العربية الكبرى استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي بقيمة مليار وخمسمائة وثلاثة وثمانين مليون دينار أردنية وبارتفاع بنسبة ثمانية واربعة عشار في المئة والآن نترككم عدال أسواق المالية الخليجية موسيقى توقعت شركة إنبيديا المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية تحقيق هامش ربح إجمالي في الربع الثالث قد لا يلبي تقديرات السوق وإرادات متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات لتفشل في إبهار المستثمرين الذين دفعوا أسهم الشركة إلى تحقيق مكاسب مذهلة برهانهم بالمليارات على مستقبل الذكاء الصناعي وانخفضت أسهم الشركة بنسبة أربعة في المئة في التداولات الممتدة وارتفع سهم إنبيديا بأكثر من مائة وخمسين في المئة حتى الآن هذا العام لكنه انخفض بنسبة 2% عند الإغلاق في الجلسة العادية يوم الأربعاء وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من دبي السيد مازن سالهب كبير استراتيجي لأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيدي سويس مرحبا بك في النشرة الاقتصادية ويعني بالرغم من النتائج المالية القوية التي أعلنتها إنبيديا إلا أن السهم شهد تراجعا فما هي الأسباب من وجهة نظرك يعني ما هي الأسباب المحتملة لهذا التراجع أولا شكرا جزيلا على الاستضافة أعتقد أن التراجع في سهم إنبيديا يوم أمس بأكثر من 7% مرده إلى هذه الأرقام القوية بحد ذاتها وبالتالي هذا أولا ثانيا مرده إلى سبب آخر مهم مرتبط بسلوك المستثمرين عموما المستثمرون الذين قاموا بشراء فقاعة الذكاء الصناعي في الوقت الحالي وبالتالي هم توقعوا نموا قويا وقد يحدث في المرحلة الحالية ومن ثم قاموا بالبيع على الأرقام أي أنهم قاموا بعملية سلوك تقليدية أعتدنا عليها سابقا هي الشراء على الإشاعة والبيع على الخبر هذا أولا مرتبط بسلوك بعملية جين الأرباح سريع العام الثاني أعتقد بأنه اليوم النتائج القوية لهذه الشركة مهمة جدا ولكن هناك توقعات بأن العائد على السهم سوف يتراجع من 0.68 إلى 0.64 في الربع التالي هذا أولا ثانيا هناك توقعات بأن الإيرادات قد تتراجع من 32 مليار ربما قد تصل إلى 31 مليار أي أن التوقعات وما تكون أضعف النقطة الثالثة أعتقد التي لا يجب أبدا أن نغفلها وهي غاية في الأهمية 88% من الإيرادات التي حققتها شركة إنفيديا أتت من التطبيقات ومن تقنيات الذكاء الصناعي المتقدم 12% فقط أتت من تقنيات أخرى مرتبطة بالألعاب أو مرتبطة بتقنيات أخرى هذا يعني أعتقد حسب اعتقادي أننا أمام ربما نوع من البزنس مودل كما يقال الذي يعتمد على هشاشة في تحقيق الدخل بمعنى أي هزة مشتقبلية في قضاء الذكاء الصناعي قد تذهب بالسهم إلى مرحلة قاسية وقد تدفع بعملية بيع لسيما أننا أمام سوق متنافسي قوي جدا هناك كثير من اللاعبين الكبار المتوقع دخولهم إلى السوق هناك أيضا التقنية التي اعتمدتها انفيديا وهي البلاك ويل ربما تكون أصعب من التوقعات السابقة بمعنى تحقيقها في أرض يوقع تصنيعها ربما يتطلب جهد أكثر وعمليات معقدة أكثر من التوقعات السابقة فهذا ربما نموذج عمل كبير ولا شك بأنها شركة عملاقة ومئة وخمسين في المئة ارتفاع في السام في عام واحد أو في عام 2024 هذا ليس سهلا ولكن حقيقة أعتقد بأن هناك الكثير ربما من التفاصيل التي التفاصيل الضعيفة لربما التي تقوم في هذه الأرقام في المرحلة القادمة بالتأكيد سيد مازن سالهب كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيدي سويس كنت معي من دبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك